حصل لعب منتخب الكويت فيصل الراجحي على المركز الثالث في سباق 400 متر رجال في تصفيات بطولة العالم لألعاب القوة لذوي الهمم ليتأهل النهائي المقرر غدا وحقق الراجحي رقما قياسيا بلغ 17 ثانية وتسعين وأربعين جزءا من الثانية خلف الأستراليس سامويل كارتر الفائز والبريطاني ناثان ماغواير ليتأهلان متسابقون الثلاثة الأوائل تلقائيا إلى النهائي وتوجه الراجحي أمس السفت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوة لذوي الهمم المتواصلة حاليا في اليابان بعد فوزه بالمركز الأول لسباق 5000 مترا عدوا على الكراس المتحركة